ما بين البداية الحسينية النظيفة وبين المضمون العجيب الغريب الذي حدثنا عنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الله يزور الحسين في كل ليلة جمعة ما بين هذا وهذا يتميز الأموات من الأحياء إنني لا أتحدث عن أموات تخرج أرواحهم من أبدانهم إنني أتحدث عن أموات يعيشون على الأرض يأكلون ويشربون وينامون ويستيقظون ولربما يمتلكون من الدنيا العظيمة والعظيمة من أموالها وشؤونها وسلطانها في الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه هذا هو ميت الأحياء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو الكافي في جزئه الأول لشيخنا الكوليني المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة الجزء الأول من الكافي الشريف طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 207 إنه الحديث الثالث عشر بسنده عن بوريد إنه بوريد ابن معاوية العجلي من خواص الأئمة وخيار أصحابهم عن بوريد قال سمعت أبا جعفر إنه باقر العلوم صلوات الله عليه بوريد يحدثنا عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه من أنه يقول في قول الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا شيئاً من دينه لا يعرف إمامه فقال ميت لا يعرف شيئاً وَنُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس إماماً يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه الذي لا يعرف الإمام كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هو الذي لا يعرف الإمام الميت هو الذي لا يعرف الإمام هو الذي يعيش في جاهلية من بات ليلة ليلة من بات ليلة الصادق يقول لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية من بات ليلة ليلة واحدة هذه الميتة ما هي بميتة تقوده إلى القبور هذه ميتة تقوده إلى منافرة إمام زمانه من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية والجاهلية كما حدثتكم في الحلقات المتقدمة من أنها نتاج من الجهالة والجهل فإذا مجتمع الجهل مع الجهالة أنتجا لنا الجاهلية والحاضنة والحاضنة الحسينية هي الاستنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة والجهالة مقدمة لحصول الجاهلية عند الإنسان فالحاضنة الحسينية بوابة للأمل والتفاؤل ومصدر للحياة الحقيقية في الحاضنة الحسينية سنتخلص من الجهالة ومن الجهل ومن الجاهلية وتلك هي الحياة التي يتحدث عنها قرآننا هذه هي الحياة القرآنية بحسب ثقافة العترة الطاهرة هذا هو قرآنهم المفسر بتفسيرهم نحن ما بين آيات وروايات أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَحْيَيْنَاهُ بتخليصه من الجهالة والجهل وبعثنا فيه نور المعرفة نور العقيدة السليمة أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا معرفة بإمام زمانه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أذكركم فقط ومر هذا علينا في سورة إبراهيم وفي الآية الخامسة بعد البسملة وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور أَخْرِجُهُمْ دققوا معي دققوا معي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور نعود إلى الآية في سورة الأنعام أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُّمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ منها كَمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُّمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مَذَا نَقْرَأُ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمُ أَنْ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ والحلقة المتكاملة والتنسيق الواضحة جداً ما بين كل المفردات التي مرت علينا في مجموعة حلقات أعرف إمامك وفي مجموعة حلقات هذا هو الحسين هناك ترابط واضح وواضح جداً وفقاً لمنطق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومنطق حديثهم المفهم بحسب قواعد تفهيمهم فالإخراج من الظلمات إلى النور يكون منسجماً مع التذكير بأيام الله وأيام الله ثلاثة لا يوجه تغيرها أيام الله ثلاثة هكذا علمونا وهكذا فسروا لنا قرآنهم يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى فيوم القائم قيامة بحسب مصطلحاتهم ويوم الرجعة قيامة أيضاً وبحسب المصطلحات القرآنية فيوم القائم يوم قيامة إنها القيامة الأولى ويوم الرجعة يوم قيامة إنها القيامة الثانية ويوم القيامة الكبرى إنها قيامة القيامات ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعود إلى سورة الأنعام أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُومَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا هذا يعني أن عقيدة الأيام الثلاثة هي جزء من معرفة إمام زماننا الآيات واضحة وصريحة وهذا بالضبط ما وضعته لكم في خارطة العقيدة السليمة حينما قلت لكم من أن معرفة إمام زماننا لا تعني أن نعرف إمام زماننا بشخصه إنها معرفة منظومة العقيدة بكل تفاصيلها هذا هو المراد من معرفتنا لإمام زماننا وهذا ما بينته لكم وشرحته ووضعته مفصلا في خارطة العقيدة السليمة أنا أكرر التذكير بمجموعة الحلقات تلك لأنني أعتقد أنكم لا تعرفون أهميتها صدقوني لا لأنني أنا الذي حدثتكم بها ستندمون بعد الموت من أنكم لم تعرفوا عقيدتكم الصحيحة وهناك من وفرها لكم ووضعها بين أيديكم ما فيها من كلام ما هو كلامي هو كلامهم حديثهم قرآنهم وزياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو من كان ميتا فأحييناه هنا الحياة هنا الحياة ما بين قرآنهم وحديثهم إنني أتحدث عن الحياة القرآنية إنني أتحدث عن الحياة في ثقافة العترة الطاهرة إنني أتحدث عن حقيقة الحياة في الحاضنة الحسينية أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو الذي قرأته عليكم قبل قليل من زيارة النصف من شعبان المروية عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخاطب سيد الشهداء في محضره الطاهر ونقول وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا لم يطفأ ولا يطفأ أبدا لماذا؟ لأنه نور على نور بالضبط مثل ما جاء في سورة النور في الآية الخامسة والثلاثين بعد البسملة من سورة النور إنها آية النور التي أولها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى بقية تفاصيل الآية الكريمة حتى تقول الآية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور هذا النور على النور هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق في هذه الزيارة الشريفة وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا فهو نور على نور يزداد نورا وينتج نورا ويتجلى نورا هو نور نور وأصل النور ومنور النور نور على نور على نور وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا يا حسين نذهب إلى فاصل وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا النور الذي تتحدث عنه الزيارة الشريفة هو هو مجلا من مجال الوجه لأن المقام الأصل هو الوجه فالحسين وجه الله الحسين نهر الله لكن المقام الأصل هو الوجه الحسين وجه الله لأنه وجه الله هو نور الله فالمقام الأصل الحسين وجه الله المقام الأصل لبقية الله بقية الله وجه الله الحسين نور الله بقية الله نور الله لكن المقام الأصل الحسين وجه الله لأنه وجه الله هو نور الله وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا الحسين من حيث هو والحسين من حيث نحن فمرة يكون الحديث عن الحسين من حيث هو ومرة يكون الحديث عن الحسين من حيث نحن وهذا واضح هذا واضح في طوايا الزيارات والأدعية والروايات وفي قرآنهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم والكلام هو هو ينطبق عليهم جميعا لكن الحديث هنا في أجواء الحاضنة الحسينية وتسلسل الحديث حتى وصلت إلى العقيدة الحسينية في خطوطها الإجمالية العامة في الحاضنة الحسينية مثلما حدثتكم عن تعريفها عن حدودها عن قطانها فأني أحدثكم عن عقيدتها لأنني حدثتكم بالإجمال عن تعريفها وكذلك بالإجمال عن حدودها وكذلك بالإجمال عن قطانها فهأني أحدثكم بالإجمال أيضا عن عقيدتها الحسينية فمرة نتحدث عن الحسين من حيث هو ومرة نتحدث عن الحسين من حيث نحن الحسين من حيث هو هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية لأن وجه الله الأتم الأكمل الأعز الأعظم الحقيقة المحمدية التي عنوانها محمد ومحمد هنا حين أقول صلى الله عليه وأهله وسلم التزام بأوامر الله وأوامر محمد وأهل محمد وإلا فإن المقام هنا يتسامى عن صلاة وعن سلام وعن تنزيه لتلك الذات التي هي أصل القدس والتنزه والتطهر في هذا الوجود الوجه الأتم الأكمل الأجمل الأعظم الأعز الأكبر الحقيقة المحمدية أما مجالي هذه الحقيقة التي تتجلى في العلوية العالية وفي الفاطمية الفاطرة وفي الحسينية وفي الحسينية العليا وفي الحسينية الطاهرة هذه المجال كل مجلا منها هو وجه الله وفي الحسينية في أفق الحقيقة المحمدية الجامعة فالعلوية العالية هي وجه الله ولكن في أفق الحقيقة المحمدية والحسينية والفاطمية الفاطرة هي وجه الله ولكن في أفق الحقيقة المحمدية والحسينية العليا هي وجه الله ولكن في أفق الحقيقة المحمدية والحسينية والحسينية الطاهرة هي وجه الله ولكن في أفق الحقيقة المحمدية من هنا قلت من أن الحسين من حيث هو هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية وما قول رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني مني حسين مني وأنا من حسين إلا إشارة وإشارة دقيقة ودقيقة جدا إلى هذا المضمون قطعا في وجه من وجوه هذه العبارة النورية الطاهرة والحسين من حيث هو أيضا وجه الحقيقة المحمدية ولكن ولكن في أفق الحقيقة الفاطمية فهي الحقيقة الأم فالحسين من حيث هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية والحسين من حيث هو وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الحقيقة الفاطمية هذا هو الحسين من حيث هو وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا فالحسين فالحسين وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية وهو وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الفاطمية هذا الحسين من حيث هو وما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا يشير إلى هذه المضامين بشكل واضح ونحن نقرأ فيه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إلا هذه إلا هي التي تشير إلى هذه الآفاق فالحسين وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية والحسين وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الفاطمية العبارة هذه على وجيز ألفاظها تشتمل على هذه المضامين وعلى غيرها لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك يا الله وبين حقائق محمد وآل محمد إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة إنهم أئمة الأئمة وعن الأئمة من أبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم الحديث عن هؤلاء فقط وفقط 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 إلى أن تنقطع الأنفاس لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك إلى أن يقول الدعاء الشريف فبهم بهم بمحمد وعلي وفاطمة وبولد فاطمة من المجتبى إلى القائم فبهم 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 وهل بغيرهم فبهم 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 ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت هم وجه الله هم وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية فبهم فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت يا حسين وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا هذا حسين من حيث هو أما حسين من حيث نحن فحسين من حيث نحن هو وجه الله الذي يتحرك بين أظهرنا وهو وجه الحقيقة المحمدية الذي يتحرك بين أظهرنا إلا أنه في المقام الأول هو مقام السر والذي لا ندركه من سر الحسين الغائب عن عقولنا والغائب عن قلوبنا والغائب عن حواسنا ونحن نتواصل معه في هذا العالم ذلك مقام السر هكذا نخاطبهم من أننا نؤمن بسرهم وعلانيتهم فمقام السر هو هذا مقام السر الحسين وجه الله بين أظهرنا من حيث نحن من حيث هو ذلك خارج عن عالمنا وليس لنا من طريق إليه مطلقا تكوينا وتشريعا الحسين من حيث هو نحن لا نعرف عن ذلك إلا ما أخبرنا وبحدود الإخبار فقط لا نستطيع أن نستعمل تلك الإخبارات حتى في مستوى عالم خيالنا لأننا لا نمتلك مفردات نستطيع أن نحركها في عالم خيالنا فذلك هلم مقطوع عننا لكننا نتواصل مع حسين الذي هو من حيث نحن من حيث نحن هو وجه الله وهذا لا ندرك منه شيئا لأنه مقام السر إلا أننا نؤمن به إني مؤمن بسركم وعلانيتكم إني مؤمن بظاهركم وباطنكم فمقام السر ومقام العلاني الظاهر والباطن في مقام السر هناك ظاهر وباطن وفي مقام العلانية هناك ظاهر وباطن قد يراد من الظاهر والباطن في وجه من الوجوه السر والعلانية ولكن الدقيق من التفاصيل فإن مقام السر له ظاهر وباطن وكذلك فإن مقام العلانية له ظاهر وباطن فالحسين وجه الله بين أظهرنا وذلك هو مقام السر والحسين وجه الحقيقة المحمدية بين أظهرنا وهذا مقام العلانية ومقام العلانية له ظاهر وباطن ونحن نؤمن بظاهرهم وباطنهم من هنا فإن حديثهم صعب مستصعب ومن هنا فإن أمرهم صعب مستصعب فإن حديثهم ما أخبرونا به وإن أمرهم ما هم عليه في مقاماتهم في مقامات سرهم وعلانيتهم لذا جاءت الروايات والكلمات المعصومية في مستويين مرة تقول إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا وإلا إن أمرنا صعب مستصعب ذكوان أجرت لا يحتمله إلا وإلا لا أريد أن أخوض في هذه الأحاديث فإن الوقت يجري سريعا وإذا ما تطرقت إليها فإنها ستفتح لي أبوابا لا أستطيع أن أتركها لأنني إذا ما تركتها سيبقى الحديث مبتورا لذا أكتفي بما ذكرت منها بنحو إجمالي مختطع من تلك الأحاديث خلاصة القول حسين من حيث هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية وهو وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الفاطمية وحسين من حيث نحن هو وجه الله بين أظهرنا وذلك هو مقام السر وحسين وجه الحقيقة المحمدية بين أظهرنا وهذا هو وجه العلانية فما نعرفه عن حسين هو من ظاهر وجه العلانية من حيث نحن إننا لا نعرف شيئا عن حسين من حيث هو من حيث هو لا نعرف شيئا مطلقا فلا نعرف شيئا عن حسين الذي هو وجه الله في أفق الحقيقة المحمدية ولا نعرف شيئا عن حسين الذي هو وجه الحقيقة المحمدية في أفق الحقيقة الفاطمية فذلك حسين من حيث هو من حيث هو نحن لا نعرفه مطلقا هو أجنبي عننا لا صلة لنا به مداركنا عقولنا محكومة بمنطق عالم التراب بمنطق عالم التراب يتجل الحسين لنا من حيث نحن من حيث نحن الحسين وجه الله بين أظهرنا وهذه تعابيرهم بين أظهرنا هذه تعابيرهم هذه رواياتهم وأحاديثهم في الكاف الشريف فهم وجه الله بين أظهرنا الحسين وجه الله بين أظهرنا هذا هو مقام السر ظاهره وباطنه لا نستطيع أن نتواصل معه إلا إذا أراد الحسين أن يتواصل معنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقر ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان إذن من يحتمله يا صادق العترة الطاهرة قال من شئنا من شئنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله صادق العترة يا ابن رسول الله من يحتمله من شئنا هو يقول هم يقولون من شئنا إذا شاء الحسين لنا لا أن نتواصل معه أن يتواصل معنا من ظاهر مقام السر حينئذ حينئذ يمكننا أن نستشف ما نستطيع أن نستشفه بحسب توفيقهم بحسب فيضهم بحسب عطائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحسين وجه الله بين أظهرنا هذا مقام السر له ظاهره وله باطنه والحسين وجه الحقيقة المحمدية بين أظهرنا قطعا قطعا هو في أفق الحقيقة الفاطمية ومن هنا من هنا فإن الدين والعقيدة يربطان رباطا وثيقا بها صلوات الله عليها هي صاحبة الدين هي القيمة على الدين وذلك دين القيمة ما أنا الذي أقول الله سبحانه وتعالى في سورة البينة تذكروا دائما تذكروا من أن الله هو الذي يقول في سورة البينة وذلك دين القيمة فإذا أردنا أن نتواصل مع العقيدة الحسينية في الحاضنة الحسينية علينا أن نبدأ بالقيمة على هذه الحاضنة قيمة الحاضنة هي فاطمة هذه الحاضنة لها قيمة حاضنة الحاضنة لها قيمة قيمتها فاطمة تريدون أن تدخلوا إلى هذه الحاضنة تريدون أن توفقوا في كل التفاصيل التي مر الكلام عنها وإن كان بشكل إجمالي في هذه الحلقة أو في الحلقات الماضية فأطيلوا المكوث عند باب فاطمة أطيلوا المكوث توجهوا إلى فاطمة يا زهراء هذا العنوان حاولوا أن تنحتوا عقولكم وأن تنحتوا قلوبكم وفقا لتصميمه صمموا عقولكم وصمموا قلوبكم وصمموا ضمائركم مع هذا العنوان يا زهراء يا زهراء يا زهراء نذهب إلى فاصل هذا هو المذاق الذي يريده إمام زماننا مذاقا للخدمة الحسينية الخدمة الحسينية التي تفتقر لهذا المذاق ما هي بخدمة خادم للحسين عارف بحق الحسين من زار الحسين عارفا بحقه بهذا المذاق من خدم الحسين عارفا بحقه بهذا المذاق من كان منتظرا ثأر الحسين منتظرا إمام زمانه بهذا المذاق من كان قاطنا في الحاضنة الحسينية بهذا المذاق هذه هي عقيدة الحاضنة الحسينية في سماتها العامة بين كل القاطنين قطعا كل شخص له خصائصه له مميزاته النوايا تختلف مراتب العقول تتباين الدرجات تتكثر العلم المعرفة كل شيء يختلف القاطنون فيه بحسب المراتب والدرجات والمراقي لكن هذه السمات التي حدثتكم عنها وإن كان حديثا إجماليا هي السمات العامة للعقيدة الحسينية في الحاضنة الحسينية فياخد دام الحسين هل أن خدمتكم بهذا المذاق إذا لم تكن بهذا المذاق فما هي بخدمة مهدوية لابد أن تعرف أن الخدمة الحسينية على نحوين أتحدث عن الصادقين في نيتهم من خدام الحسين هناك خدمة حسينية شيعية الشيعة يقترحونها وهذا هو الموجود في الواقع الشيعي عند المخلصين الصادقين في نيتهم في خدمة الحسين حتى وإن كانوا من شيعة مراجع النجف وكربلاء فخدمتهم حسينية شيعية أما الخدمة الحسينية المهدوية وهي خدمة القاطنين في الحاضنة الحسينية الحاضنة الحسينية لا يستطيع خادم حسيني خدمته حسينية شيعية أن يكون فيها الذين يكونون في الحاضنة الحسينية هم الذين خدمتهم خدمة حسينية مهدوية إمام زماننا ناظر إليها إمام زماننا هو الذي وفق إليها الخدمة الحسينية المهدوية لن تكون حسينية مهدوية ما لم تكن بهذا المذاق الذي حدثتكم عنه أما آن الأوان يخد دام الحسين أن تستيقظوا من غفلتكم وأن تعودوا إلى حاضنتكم الأصلية إلى الحاضنة الحسينية بعيداً عن عجول حوزة الطوسي بعيداً عن مراجع النجف وكربلاء الذين ينافرون الحاضنة الحسينية منافرة كاملة منافرة Wenn